ارتفع انتاج شركة نفط البحرين بابكو من النفط المكرر إلى 94.4 مليون برميل في 2022 مقارنة ب86.1 مليون برميل في عام 2021 نعم هذا وتسعى مملكة البحرين لتوسيع مشاريعها وزيادة منتجاتها النفطية لمواجهة التحديات التي تتزايد في الأسواق العالمية رحلة تطوير وانجازات وتحولات كبيرة وواضحة شهدتها مملكة البحرين في قطاع النفط والغاز يقف خلفها شركة نفط البحرين بابكو هذه الشركة التي تأسست عام 1929 وأصبحت من أعمدة الاقتصاد الوطني في المملكة تأتي شاهدة على منجزات عديدة وأرقاما صعبة حققتها المملكة في هذا القطاع تطور واضح وملحوظ تشهده شركة نفط البحرين بابكو من كافة الجوانب ومنها ما حققته مؤخرا من ارتفاع انتاج الشركة من النفط المكرر إلى 94.4 مليون برميل في عام 2022 مقارنة بإنتاج نفط مكرر يبلغ 86.1 مليون برميل في عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 9.6% في حين جاء التقرير الاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ليؤكد أن مصفات البحرين بابكو تعمل على زيادة قدرتها الانتاجية من 267 ألف برميل يوميا إلى 380 ألف برميل يوميا وذلك من خلال المشروع العملاق المعروف باسم تحديث المصفة الذي بلغت نسبة الانجاز في 88.8% حتى نهاية ديسمبر 2022 ومن المؤمل أن يعزز المشروع قائمة المنتجات من ناحية الكم والنوع بالإضافة إلى زيادة هامش الربح هذا وتسعى مملكة البحرين إلى توسيع مشاريعها في زيادة منتجاتها من المشتقات غالية الثمن التي تحقق هوامش الربحية مرتفعة تساعدها في مواجهة التحديات التي تتزايد في الأسواق العالمية وها هي شركة نفط البحرين بابكو تمضي قدما نحو مزيد من التميز المؤسسي والتشغيلي بكوادر وطنية تشكل أحد الركائز الأساسية لمواصلة التقدم الاقتصادي الذي تشهده المملكة مما يجعل شركة بابكو في طليعة الشركات في المنطقة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر